أعلنت شركة الخطوط الماليزية الخميس أنه من السابق لأوانه التكاهن ما إذا كان الجنيح وهو الجزء الذي عثر عليه الأربعاء قبال جزيرة لارينيو بالمحيط الهندي يعود للطائرة الماليزية البوينغ 777 المفقودة منذ الثامن من أذار 2014 كوالا لنبور أرسلت فريقا إلى لارينيو الفرنسية للتحقق من الحطام المعثور عليه من الطائرة MH370 علماء المحيطات قالوا دائما إن أي حطام نؤثر عليه سيكون جنوب أندونيسيا أو على الساحل الشرقي لإفريقيا أو واحد من الجزر في الطيران كل جزء واحد من الطائرة كل الملايين من القطع لديها أرقام تسلسلية يمكن تتبع الأرقام إلى اليوم الذي تم تصنيعها فيه نعم ستوجد علامات على ذلك وهذا يقول لبوينغ نعم هذا الحطام يعود للطائرة المفقودة وكانت الطائرة اختفت بعد ساعة من إقلاعها في أذار 2014 من كوالا لنبور إلى بكين وعلى متنها 239 راكبا وقد عثر أشخاص ينظفون أحد الشواطئ في الجزيرة الواقعة قربما دغاشقر على حطام البطول مترين ويبدو أنه جزء من جناح الطائرة المفقودة لكن هذا لا يعني أن الطائرة ساقطت فوق الجزيرة الفرنسية بل يرى خبراء أن ساقوطها قد يكون في المياه الأسترالية وجرفته التيارات البحرية إلى المكان الذي عثر فيه المحققون الفرنسيون قالوا الخميس أن الحطام لم يتم تحديد مصدره دون استبعاد أي فرضية من كونه يعود للطائرة المفقودة وذلك بعد تأكيد شبه التعمل وزير ماليزي من أن الحطام يعود للطائرة MH370 والتي بات اختفاؤها لغزا من ألغاز تاريخ الطيران المدني